الحياة فام زهرة الحياة موسيقى والله احنا انطلخنا منذ مدة في العمل على اعادة احياء العديد من التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى انطلاقا من مهرجان المدينة ثم اعادة ربيع الفنون الدولي واليوم نؤسس نعلن عن تأسيس الدورة الاولى لمهرجان الفسقية اللي ان شاء الله الافتفاح نطيعه بش يكون غدوة في بداية من الساعة التاسعة ليلا بالفسقية ان شاء الله بتكون البرمجة خاصة على مستوى التنفيذ ان يكون يتم في ظروف طيبة وهذا ما لا شك فيه خاصة وانه حضرت جميع الاطراف المعنية سويا الامنة والحماية المدنية البلدية والكلهم على اتمنى للساعدات بش التظاهر هذه تكون في المستوى اما اختيار الفسقية وعليش المهرجان بالذات الفسقية احنا نطبقهم من خلاله انه انطلقنا من الخصوصية بتاعنا انطلقنا من الخصوصية المحلية ما يميز القيروين هو المخزون الحضاري والتاريخي للمدينة هذه تخيرنا بش سلط الضوء اليوم على احد اكبر المعالم نسميه هالمهرجان هذا ونروج له عبر استثمار هالمجالات الثقافية والمهرجان هذا والمحطات الثقافية الكبرى فسقية مش تحتضن العروض الموسيقية تقريبا كل حتى العرض السينمائي بش يحضر فيه ظافر العابدين بش يكون ضايفنا نهارا ثمانية اوتو بش يحضر في البوجيكسيون بش يكون زادة في الفسقية باستثناء عروض المسرحية مش تحتضنها دار الثقافة لأسباب تقنية لانه يصعب نوعا ما وانك تعرض عرض مسرح في فضاء مفتوح كما الفسقية العروض كل تقريبا بش تكون في الفسقية مع رمزية معلومة تذكر في دار الثقافة اما بالنسبة في فسقية العروض بش تكون مفتوحة وعروض مجانية للعروض هذه هي الدورة الأولى هذه هي الاستعدادات وتركيب معناها استركتور متعسين اللي مش تحتضن ان شاء الله أغلب العروض الكبيرة العروض أغلبها مش تكون مجانية مرحبا معناها بأهالي القيروان في المهرجين هدية قدوة الحفل الافتتاح مش يكون حسين الدوس هو اللي يحي الحفلة هدية كما تشوفوا الليلة قاعدين مش نجربوا الإضاءة وقاعدين نجيبوا معناها في التجهيزات ومش نشوفوا الإضاءة الفنية متاع الفسقية مش نبارفوا عليها من خليه حد شيء للصدفة إن شاء الله هدوة موعدنا في الحفلة الأولى إن شاء الله تكون الأمور على أحسن ما يرعب الحياة الفن الحياة الفن زهرة الحياة موسيقى 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 موسيقى